اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في قناتي لقراءة التاروت رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو او من القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون في اشي بالفيديو تستفيد منه قوي ناس بك رح نبلش بطاقتك اول بعدين طاقت الحبيب وخطواتكم في المستقبل ونصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا في اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي مبلش بكروت النصيحة لبرج الجديد مبين انه في حدا بحياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب باهتمام اكتر منك بديك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب جديد في ايضا عندك فعم بتحس بخسارة من خسارة علاقة او عم تحس بخيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بخيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا اه كروت النصيحة بده اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان اه بانك تبين لهالشخص انك بتحبه او اه بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلأ هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار طيب نبلش به طاقتك اول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوي على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى عم شوفك ايضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل او مركز كتير على الامور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة عم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدمو هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كتير بيغير الرأي وهالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي متل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني همشوف الستاندردز تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم بشأن اشي معيا بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بتدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بافكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي هو عروض الحب اللي عم يقدمها لالك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون او يعني اشي صغير اللي عم يقدمها لالك وانت عم شوفك بدك اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء بالنسبه لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير انت واقي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك فبينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوفي انه فيه اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص اكتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء بالاخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد فبالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه اه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة اه جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من من رأسه مع اي ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض اه اه صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة امل اه كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا ان انت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن اه ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح اه الطاقات اكتر يعني بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجم او ليش عم يحس انه دائما محتاج اه يدافع عن حاله بالذات بيحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة هالكرتن قلب بدو يطلع بيحس انه بدو يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف فربل اكتر او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معك فبدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخلي صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي ايضا الا انه صاحب بالين كذب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخد طاقة كينغوف سورد هالملك لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تأثر على مجال عمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات لانه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بطاقته الحالية انه ياخد وقت مستقضع ممكن لحتى يبني مستقبله او يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته طموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هي طاقت المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك فهمت عليك فبالمستقبل انت عم تحس بي نهاية من نوع ما متحس بي تكملة فبعدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشياء اللي عم بتفكر فيها او ليش عم تحس انو الوضع ميقوس منه عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك بالمستقبل انه عندك فايفوف سوردز فايفوف سوردز انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر الناس في الطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العامل المشترك بينكم هون في بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك اه فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر فا عم شوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل او تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن اه تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت اه عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشي متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك الشخص يعني بدك يا يكون مرن اكتر بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك يا او اللي انت بتتوافق معه طيب ان نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بها الفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة اه جسدية بطريقة شغوفة كتير فبن نشوف هالشخص هل رح ياخذ اه خطوة بالتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدم له لك لانه في عندك هال الفارس على على الخيل او على الاحسان اه متجه الى مطرح متجه الى مطرحتك ورقة ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده يكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص لجاهك بالنسبه لذا بتحكي عن صونة وايضا بتحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدو انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا راح توصل لنفس الاستنتاج او راح تكون في مطرحين مختلفين فكريا عقليا فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى الكميونيكيشن ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم راح تحكوا فيه ايضا الى ستاروش راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا وشفو في المنت امني تتحقق فاوراق كتير منيحة بسراحة اوكي حباي ببرج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله راح جوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا